اشتركوا في القناة وهذا الجزء الثاني من درس القوى سنقوم بحل تمارين الصفحة 28 وقبل ان ابدأ في تمارين الصفحة 28 حل هذه التمارين ادعوكم الى مشاهدة الجزء الاول الذي اعتبروا كملخص لدرس القوى اذا هذه هي الصفحة 28 فهي تحتوي على تمارين مهمة جدا تمارين تطبيقية لما رأيناه خلال الدرس اذا اتمنى ان تقوموا بمجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين اذا هذه هي التمارين الصفحة 28 اذا اترككم الان ونواصلوا بعد قليل اذا بالنسبة للتمارين الاول السؤال هو بسط ما يلي اذا ما دمنا في درس القوى فهنا كما تلاحظون سنقوم بتطبيق قواعد القوى اذا بالنسبة للتعبير ا سنبدأ بالتعبير ا هنا لدينا نقول جداء قوتين لهما نفس الاساس نحتفظ بالاساس واحد على سبعة ثم نجمع الاسين ناقص اربعة زائد اربعة يساوي واحد على سبعة والصفر والعدد الصفر يعطينا واحد وهنا لاحظوا معي اذا بيساوي اذا نلاحظوا هنا اذا اولا ساقوم به يعني تبسيط هذا الجداء الذي هو بين قوسين اذا قاعدة الاقواز نعطي الاسباقين ما بداخل الاقواز من طبيعة الحال اذا هنا نختزل بثلاثة اذا هنا سيكون لدينا ستبقى ثلاثة وهنا نختزل باربعة لان لدينا هنا جداء ثم هنا سيبقى اربعة ثم هنا اذا سنحصل على ماذا اربعة على تھلاثة اذا نختزلنا بثلاثة ثلاثة مع تسعة قسمنا على ثلاثة هنا اختزلنا باربعة اذا نحصل على اربعة على ثلاثة الكل اس نقص اثنان هنا يجب الانتباه دائما لحساب أي قوة ذات ساري فلا نحسبها يعني لا نقل بحسابها مباشرة اذا سنحول إلى قوة ذات اس مجب إذن 3 على 4 أس 2 هذه قائدة إذا كان لدينا A على B أس أدعوكم مرة أخرى للعودة إلى الجزء الأول فهو يحتوي على ملخص الدرس ناقص N يساوي B على A الكل أس N هذه القائدة التي تستعملنا هنا إذن 3 على 4 أس 2 فهو 3 على 4 في 3 على 4 يعني 9 على 16 نمر إلى السؤال الموالي إذن بالنسبة للسؤال الموالي هنا سيلاحظوا لدينا خارج قوتين لهما نفس الأساس A أس N على A أس M نكتب A أس N ناقص M إذن هنا الأساس هو 3 على 7 إذن أكتب 3 على 7 الكل أس 4 ناقص 5 إذن 4 ناقص 5 هي 3 على 7 أس ناقص 1 إذن هذه حالة خاصة للقوة ذات الأسالي إذن هنا 3 على 7 أس ناقص 1 يعني 7 على 3 أس 1 يعني يمكن أن أكتب 7 على 3 مباشرة هنا كذلك لاحظوا معي لدينا جداء إذن عدة قوى إذن ليس لها نفس الأساس ليس لها نفس الأساس كلها ولكن هو ليس لها نفس الأساس ولكن هنا لاحظوا هذه القوة وهذه القوة لهما نفس الأساس ويمكن أن نحول هذه القوة التي في الوسط إذن يمكن أن نحولها إلى قوة ذات نفس الأساس لماذا؟ لأنه يمكن أن نكتب 3 على 5 حسب القاعدة التي ذكرناها من قبل ثلاثة على سبعة وسناقش سبعة عشر. اذا نكتب ثلاثة على خمسة كي يكون لدينا آآ جداء عدة قوى لهما نفس الاساس. ثم نطبق القاعدة. اذا لاحظوا معي. جلاثة على خمسة وسناقش سبعة عشر. اذا آآ هذا بنسبة الدرس جيد للقوى. بالحقيقة آآ يتطلب التمكن من القواعد ثم آآ يعني الانسان يجب ان يحتاط لكي يعني هناك بعض الملاحظات يعني تبسط في بعد الحياة. يكفي ان نلاحظ. ثم نبسط الحساب. نعم ثلاثة على خمسة. لهما نفس الاساس. لها كلها نفس الاساس. الان نجمع الاسدان سبعة زائد عشر ناقص سبعة عشر. اذا تلاثة على خمسة سبعة عشر ناقص سبعة ثلاثة ثلاثة على خمسة الكل الصفرة. نمر الى السؤال الموالي. اذا بالنسبة للسؤال الموالي لاحظوا معين. بالنسبة للأ. اذا هنا هنا يعني الغير مباشر لاحظوا. اذا ساقوم بكتابة هذا يعني هذا العامل. اذا هذا العدد على شكل قوة ذات الاساس واحد على الثان. اذا دائما نسعى الى ان يكون لدينا مثلا جداء قواتين نفس الاساس او جداء قواتين نفس اوس او خارج قواتين نفس اوس او او قوة قوة. اذا دائما اه يعني يجب ان نتمكن من القواعد. اذا هنا واحدة سبعة عشرون ممكن اكسب واحد على لاحظوا معي واحد على ثلاثة السلاثة. اه? الكل السلاثة. اذا واحدة ثلاثة السلاثة هو واحدة سبعة شون. اذا لاحظوا معي واحد على ثلاثة الكل اس خمسة. يساوي مضروبة في ماذا? اه مضروبة في اه واحدة على ثلاثة اس تسعة. واحد على ثلاثة اس تسعة. اذا اه هنا كما يمكن ان نكتب مثلا وfö graves ا heard ماذا لم نكتب واحدة على تھلاثة اس خمسة ممكن ان اكتب ثلاثة او Aqua ناقص خمسة إذن نكتب أولا لاحظوا إذن واحد على ثلاثة أس خمسة زائد تسعة هي أربعة عشر ويمكن أن نكتب كذلك أخيرا ثلاثة أس ناقص أربعة عشر هنا لاحظوا جيدا فهنا ملاحظة مهمة جدا إذن هنا لدينا قوة ممكن أن نعتبرها قوة ذات أس وحيد هذه قوة ذات أس إثنان هذه قوة أخرى ذات أس أربعي ولها نفس الأساس إذن يمكن أن نكتب مباشرة ناقص خمسة على سبعة عشر الكل أس أجمع الأس واحد زائد اثنان ثلاثة زائد أربعة سبعة إذن نمر إلى التمرين الموالي إذن بالنسبة للتمرين الثاني انظروا هنا كذلك قواعد القوة إذن أربعة بي أس سلاثة هنا ليس لدينا أقواس إذن نطبق القاعدة التالية فهنا أس ثلاثة في تلك أربعة وسثلاثة ولكن أربعة وسثلاثة هو كم؟ أربعة وسثلاثة هو أربعة في أربعة في أربعة ممكن أن تحسبوا هات فتنجد أربعة وستون هنا تسعة آس إثنان هي تسعة آس إثنان في آس إثنان تسعة آس إثنان هي واحد وثمان نمر إلى السؤال الموالي هنا نفس السؤال دائمان هنا لكن إذن نكتب هذا العدد على شكل مربع إذن لاحظوا معي خمسة وعشرين نستعمل القائدة إذن من الجهة الأخرى هي آ في بي ألكل أس أن لذلك خمسة وعشرين آس إثنان في سي آس إثنان يمكننا نكتب خمسة وعشرون سي إذن الكل أس إثنان هنا ندري ناقش سبعة سي ناقش سبعة سي أس إثنان يسوي ماذا؟ ناقش سبعة أس إثنان في سي إثنان ناقش سبعة أس إثنان هي تسعة وأربعون إذن تسعة وأربعون سي أس إثنان نمر إلى التمرين الموالي بالنسبة للتمرين ثلاثة بسيط لاحظوا معي إذن هنا كما تلاحظون هنا جذر 2 و 3 هنا جذر 2 يمكن أن أضيف 1 هذه كلها قوة ولكن هنا لاحظوا لدينا 1 على جذر 2 و 5 يمكن أن نحول هذه إلى قوة ذات الأساس جذر 2 لكي أحصل على جدى عدة قوة لها نفس الأساس إذن نكتب جذر 2 و 3 في جذر 2 و ماذا و ناقص 1 إذن و ناقص 1 و 5 إذن ممكن أن نكتب مثلا أس ناقص 1 أس لأنه واحدة جذر 2 هو جذر 2 أس ناقص 1 أس 5 في جذر 2 أس 1 طبعا إذن جذر 2 أس 3 في إذن في ماذا جذر 2 أس ناقص 5 ناقص 5 في جذر 2 أس 1 ماذا نفعل؟ نكتب الأساس و نجمع الأس جذر 2 أس إذن 3 زائد ناقص عفوا هنا ولا إذن 3 زائد 1 ناقص 5 يسوي ماذا؟ إذن 3 زائد 3 زائد 1 4 4 ناقص 5 ناقص 2 جذر 2 أس ناقص 2 يمكن كذلك أن نكتب 1 على جذر 2 أس 2 ويمكن كذلك أن نكتب 1 على 2 جذر نمر إلى السؤال الموالي إذن بالنسبة للسؤال الموالي إذن نبدأ بالتعبير هنا جذر 1 أس 5 إذن التسؤال البسيط جدا جذر 31 أس 5 زائد 7 إذن جذر 31 أس 5 زائد 7 12 هنا يمكن كذلك أن نكتب لاحظوا معي يمكن أن نكتب جذر 31 أس 2 أس 2 أس 2 أس 2 أس 6 إذن يمكن أن نكتب 31 أس 6 إذن نمر إلى التعبير إذن بالنسبة للتعبير سنقوم بتبسيط المقام البس ثم المقام ثم نواصل التبسيط إذن لاحظوا معي هنا بالنسبة لهذا التعبير هناك مثلا A في B أس N سنستعمل هذه القاعدة A أس N في B أس N إذن هنا لدينا 2 أس ناقص 5 أس 2 يعني 2 أس ناقص 5 سيصبح لدينا هكذا 2 أس ناقص 5 أس 2 يعني ناقص 5 في 2 ناقص 10 إذن سيكون لدينا 2 أس ناقص 10 في 2 أس ناقص 6 يعني 3 أس ناقص 6 في 2 أس 10 في 3 أس 4 إذن الآن في المقام ناقص 1 أس نعلم بأن حسب القاعدة أدعوكم دائما للعودة إلى الفقرة الأولى كملخص للدرس ناقص 1 أس عدد فرضي فهو يسوي ناقص 1 إذن هنا سيعطينا ناقص 1 ناقص 1 في هذا التعبير إذن هذه الإشارة ستكون لدينا ناقص هذه ناقص 1 إذن سنحصل على إشارة ناقص هنا 2 أس 10 لاحظوا معي 2 أس 10 في 2 أس ناقص 11 إذن هنا 2 أس ناقص 10 في 2 أس 10 يعني 2 أس صفر لعننا ناقص 10 زائد 10 ونعلم بأن 2 أس 0 يسوي واحد إذن هنا سنحصل على 2 أس 0 ثلاثة أس ناقص 6 في ثلاثة أس أربعة يعني ثلاثة أس ماذا ناقص 2 ناقص 6 زائد أربعة هي ناقص 2 هنا 2 أس ماذا 10 زائد ناقص 11 يعني ناقص 1 2 أس ناقص 1 ويمكن أن نكتبها باختصار 3 أس ناقص 2 في في 2 يمكن كذلك أن نكتب مثلا ثلاثة أس ناقص 2 هي واحد على ثلاثة أس 2 إذن إذا أردنا التبسيط أكتر إذن واحد على ثلاثة أس 2 تسوي آآ إثنان نعم ثلاثة أس 2 9 إذن 2 على 9 إذن نمر إلى السؤال الموالي إذن بالنسبة للتعبير F نبدأ بالتعبير F إذن جذر 3 على 2 إذن هنا لدينا الجذور جذر A في جذر B القاعدة هي جذر A في جذر B يمكنكم كذلك إلى العودة إلى آآ الدرس الجذور فهو في على اليوتيوب يعني في على القناة إذن جذر A في جذر B سوي جذر A في B إذن هنا ماذا سنفعل نحسب أولا هذا التعبير نبسيطه جذر ثلاثة على إثنان في هنا خمسة على إثنان لاحظوا معي ثم الكل أس إذن لاحظوا هنا إذن ماذا لدينا ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر آآ نعم خمسة عشر على أربعة إذن جذر خمسة عشر على أربعة أس إثنان ثم حسب تعريف الجذر المربع جذر A إذا كان A مجب طبعا جذر A أس إثنان يسوي A إذن سنكتب الآن خمسة عشر على أربعة إذن لاحظوا هنا إذن هنا كذلك يمكن أن نقوم بمثلا هنا في هذه الجذة ممكن أن نقول جذر ثلاثة على إثنان هنا مثلا يمكن أن نقول جذر ثلاثة على إثنان أس إثنان مضربة في جذر مثلا خمسة على إثنان أس إثنان هنا سنحصل على ثلاثة على خمسة هنا خمسة على إثنان ثلاثة على إثنان في خمسة على إثنان سنحصل على نفس النتيجة خمسة عشر على أربعة إذن هناك عند الطرق هنا لاحظوا سأحاول أن نكتب هذا البص يعني على شكل قوة أس أسسها تلاتة لاحظوا تلاتة واحدة ثلاثة أس نقص إثنان ما هي إلى ثلاثة أس إثنان إذن نكتب ثلاثة أس نقص أربعة في ثلاثة أس إثنان في ثلاثة أس نقص واحد أس نقص إثنان هي أس إثنان إذن هنا ألف ومئة واحد عشر أس صفر هي واحد واحدة أس نقص خمسة هي ثلاثة أس خمسة في ثلاثة أس أربعة الآن نقوم بالتبسيط أولا هنا ثلاثة أس نقص أربعة إذن زائد أربعة لاحظوا ثلاثة أس نقص أربعة زائد اثنان سنحصل على ثلاثة أس صفر ثلاثة أس صفر هي و واحد إذن نقص أربعة زائد اثنان زائد اثنان سنحصل على ثلاثة أس صفر وثلاثة أس صفر هي واحد إذن واحد على هنا ثلاثة أس ماذا خمسة في خمسة زائد أربعة سبعة إذن نحصل على ثلاثة أس ماذا أس سبعة ويمكن أن أكتب كذلك ثلاثة أس ناقص سبعة نمر إلى السؤال الموالي إذن لاحظوا بالنسبة للسؤال الموالي جي مثلا إذن هنا إذن دائما قوعد القوى إذن لاحظوا إثنان جادر ثلاثة أس إثنان إذن هنا يمكن أن نكتب مثلا إثنان أولا نقوم بالحساب على الجوض جادر ثلاثة إذن هنا نفكك العدد نكتب إثنان أس أربعة لاحظوا إثنان أس أربعة في جادر ثلاثة أس أربعة في جادر ثلاثة أس ستة على جادر ثلاثة أس ستة إذن يسوي ماذا إثنان أس أربعة في هنا سنحصل على جادر ثلاثة أس عشر جادر ثلاثة أس عشر على جادر ثلاثة أس إثنان ويمكن كذلك أن أكتب لدينا قاعدة تقول إذا كان مثلا A في B على الس فيسوي كذلك A في B على الس يعني يمكن أن يعني أن أكتب إثنان أس أربعة هكذا ثم أضرب جادر ثلاثة إذن هذا الجداء إذن جادر ثلاثة أس عشر هنا هنا جادر ثلاثة أس إثنان نحصل على اثنان أس أربعة في ماذا جادر ثلاثة أس كم جادر ثلاثة أس عشر نقص إثنان إذن عشر نقص إثنان وهي تمانية إذن نحصل على اثنان أس أربعة في إذن نتيجة عفوا إذن نتمم هنا اثنان 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 يساوي اثنان 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 ستة ستة أس أربع هنا لاحظون إذن هنا سنحاول أن نكتب هذه الأعداد على شكل مثلا هنا لدينا اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون نعلم بأن اثنان هو اثنان أس آآ أس آآ خمسة آآ وهنا تسعة لدينا تسعة أس ماذا أو نعم هنا ناقص واحد على تسعة أس اثنان تعلمون بأن إذا كان الأس زوجي فهنا يمكن أن نستغني عن هذا ناقص يمكن أن نكتب مثلا واحد على تسعة واحد على تسعة أس آآ اثنان مفهم وهنا لاحظوا ممكن أن نكتب واحد على تسعة أس اثنان ها نضربها في واحد على اثنان وثلاثون في ماذا دونك واحد على تسعة أس اثنان هنا واحد على تسعة أس اثنان في واحد على تسعة أس اثنان هي ماذا هي واحد على تسعة أس أربعة أربعة في ماذا واحد على اثنان وثلاثون ولكن واحد واحد على اثنان وثلاثون. اثنان وثلاثون هي ماذا? يمكن ان نكتب اه اثنان اس خمسة لكن اعتقد بانه يمكن ان نكتب اه هكذا اثنان وثلاثون اثنان اس خمسة. اذا يمكن ان نكتب هكذا. اه واحد لا تسعة اس اربعة وهنا واحد على اه اثنان اس خمسة. اذا واحد لا تسعة اس اربعة يمكن ان نكتبها تسعة اس ناقص اربعة. وهنا يمكن ان نكتب اه اثنان اس ناقص اذا اه لاحظوا اثنان اس ناقص خمسة. اذا اه ممكن ان نكتبها هكذا بالنسبة للتعبير. نمر الى التمرين الرابع. بالنسبة للتمرين الرابع. دائما في اه درس القوى. اذا لاحظوا. هنا لدينا نجد اقوات الاساس. نحطب الاساس ونجمع الاسين. اثنان زائد سبعة. هنا لدينا اوس اثنان 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 واحد هي اثنان نقص واحد. اثنان اثنان نقص واحد يعني ا الكل اثنان يعني اثنان ثلاثة. هنا كذلك عنا اثنان ماذا تسعة على اوس ثلاثة. القاعدة اوس تسعة ناقص ثلاثة يعني اوس اه ستة. اه التمرين الرابع. التمرين الرابع. اذا نلاحظوا بانه دائما نستعمل القواعد. اه قواعد فهي مهمة جدا. هنا قوة قوة اثنان في ثلاثة ستة. هنا ثلاثة في اثنان ستة ا او ستة. اذا هنا او ستة في او ستة. ممكن ان نقول ا اوس ستة زائد ستة يعني ا اوس اثنان عشر. ممكن ان اوس 14 نقص اثنان في اه عفوا نقص 14 اس ناقص واحد اذا اوس ستة زائد نقص 14 هي نقص سمانية اس ناقص واحد يعني اوس نقص منية في نقص واحد يعني اوس تمانية اذا منسبة التعبير اف اذا اكس اس ناقص ستة في اكس اس ناقص ستة على اكس اس ماذا؟ ناقص ستة اذا بقتصر لاحظو تعبير بسيط جدا سنختزل سأختزل ب اكس ناقص ستة اكس ناقص ستة ثم أحصل على اكس اس ناقص ستة نمره الى التمرين الخامس اذا لاحظو التمرين الخامس بسيط مالي إذن هنا لدينا A6 في B5 هنا قوة قوة A6 2 في 3 هنا لدينا 3 A4 في B5 15 يسوي إذن A6 في A6 هي A0 A0 هي 1 B5 5 في B1 ناقص أربعة ناقص خمسة زائد واحد ناقص أربعة على 3 في ماذا في A7 في B5 ناقص خمسة عشر إذن يمكن أن نكتب 1 على 3 في ماذا إذن A7 ناقص أربعة في B5 ناقص أربعة في B5 خمسة عشر إذن ناقص أربعة زائد خمسة عشر إذن إذن تعبير X يسوي 1 على 3 A0 ناقص أربعة في B0 ماذا 11 نمر إلى السؤال الموالي بالنسبة للسؤال الموالي فهو بسيط جدا جداء عدة قوى لها نفس الأساس ولكن هنا يجب أن ننتبه عند الحساب إذن أقص ماذا ناقص N زائد خمسة إذن زائد 2 N ناقص ثلاثة زائد ناقص N ناقص واحد إذن هي أقص ماذا نزيل الأقواس الأقواس كلها مسبقة في زائد نكتب ما بداخل الأقواس ناقص N ناقص واحد إذن ناقص N ناقص N ناقص 2 N إذن الحساب الحرفي إذن صفر خمسة هنا ناقص ثلاثة ناقص واحد تعطي ناقص أربعة خمسة ناقص أربعة تساوي واحد يعدا أ أس واحد يساوي أ السؤال الموالي بالنسبة للسؤال الموالي هنا لدينا متطابقة لاحظوا أوجد عدة قوى لها نفس الأس لاحظوا ليس متطابقة عفوا عندنا نفس العدد هنا ولدينا إذن هنا واحد هنا واحد من طبيعي العال إذن هي تي ناقص جذر ثلاثة الكلوس إذن واحد زائد واحد زائد واحد هناك ثلاثة ثلاثة زائد ناقص إذن ثلاثة ناقص ثلاثة تي ناقص جذر ثلاثة الكلوس صفر تعطينا واحد والآن نمر إلى التمرين الموالي إذن إذن بالنسبة التمرين السادس فهنا لدينا الكتابة العلمية أكتب العدد الآتية على شكل أ في عشر أو السين حيث أين عدد نسبي وأعدد جذري عدد جذري يعني ليس كتابة عشرية لأن الكتابة العلمية هي واحد العدد عشري نضرب في قوة عشرة لكن هنا فقط لدينا عدد جذري و محصور بين صفر وعشرة يعني بحل مثلا ثلاثة على أربعة بحل واحد على اثنان إلى آخره إذن ولنسى كذلك بأن العدد العشرة فهي عدد جذري إذن هناك أكتب العدد لأتي عن شكله إذن لاحظوا معي ماذا سأفعل إذن سنستعين بقوة العدد عشرة إذن يجب يعني التمكن من الحساب على الحسابات التي تحتوي على قوة العدد العشرات ثم القوى من طبيعة الحال إذن هنا صفر فاصلة صفر ثلاثة ما هي إلا ثلاثة في عشرة أس ناقص اثنان في هنا اثنان في عشرة أس ناقص ثلاثة ثلاثة في اثنان تسوي ستة في عشرة أس ناقص خمسة لكن السؤال هو أن يجب أن يكون محصورا بين صفر وعشرة لاحظوا بأن هذا العدد ستة ليس محصور بين صفر وعشرة إذن ماذا ماذا سأفعل إذن إذن هنا إذن سفر فاصلة ستة ماذا سأفعل هنا سأكتب نعم نعم فهذه الكتابة عفوا فهي ماذا ستة محصور بين صفر وعشرة فهذه كتابة مقبولة إذن وهذه كتابة علمية لأن ستة محصور بين صفر وعشرة رغم أن هنا لم يقل لنا كتابة عشرية ولكن فقط كتابة على هذا الشكل هنا لاحظوا ماذا سأفعل سأكتب هنا سأستعيل بكتاب العمية أكتب خمسة في عشر أس ناقص إثنان أس إثنان زائد ماذا إثنان في عاشرة أس ناقص إثنان أس ناقص إثنان في عاشرة أس ناقص ثمانية إذن هنا سنحصل على خمسة وعشرون في عاشرة أس 25-25 10-2 2-4 زائد ماذا 2-2 2-2 10-4 10-4 10-8 هنا سنحصل على 10-4 إذن 25 زائد 2 2-2 عفوا إذن أكتب أولا 25-10 10-4 زائد ماذا 2-2 10-4 إذن سنقوم بالتعمل 10-4 إذن سنحصل على 25 زائد 2-2 هي واحد على 2-2 في القوة 10-4 يساوي إذن هنا سنوحد لما قال إذن خمسة وعشرون أو نقوم بالقسمة من طبيع الحال إذن هنا واحد على 2-2 يعني واحد على أربعة إذن سنحصل على 25 زائد 1 على 2 وهو واحد على أربعة إذن 25 زائد 1 على أربعة واحد على أربعة هو 0.25 إذن 25 فاصلة 25 إذن أعيد واحد على 2-2 هي واحدة لأربعة وواحدة لأربعة هي 0.25 إذن 25 زائد 0-25 هي 25 فعشرة ناقص أربعة إذن ماذا سنفعل هنا لاحظوا سأكتب إذن 25 ليس محصول بين سفر وعشرة إذن هنا 2.525 مضربة في عشرة وثم نضرب في عشرة أس ناقص أربعة وأخيرا نحصل على 2.525 في عشرة أس ناقص ثلاثة نمر إلى السؤال المولي إذن دائما نفس الأسئلة إذن نبدأ من دائما 2.125 هنا سأكتب على شكل كتاب المية ثلاثة في عشرة أس ماذا ناقص ثلاثة الكل أس ناقص ثلاثة إذن سنحصل على 2.125 ثلاثة أس ناقص ثلاثة إذن واحد على عفوا ثلاثة أس ناقص ثلاثة في عشرة أس عشرة أس ناقص ثلاثة أس ناقص ثلاثة هي عشرة أس آآ تسعة إذن لاحظوا هنا إذن 2.125 على ثلاثة أس ثلاثة إذن 2.125 على على مدى أو عفوا إذن لكي نوضح أكثر ثلاثة إذن ثلاثة أس ناقص هي ثلاثة لاحظوا ثلاثة أس ثلاثة في عشرة أس تسعة إذن 2.125 على 27 في عشرة أس تسعة إذن هذا يمكن أن نقول أو إذن نتخلص من هذه الفاصلة مثلا لكن إلا تخلصنا من الفاصلة سيصبح لدينا لدينا ماذا سيصبح لدينا 2.125 مقسومة على 25 إذن هنا سنكتب مثلا عفوا ثلاثة أو ثلاثة هي 27 27 إذن إذا قمنا بالقسمة سنرى هناك يعني إذن 2.3.4.5.15 إذن لا يقبل القسمة 3. إذن إذن س يمكن أن نكتب هكذا لأن هذا فهو عدد جدري منظروف في قوة لعشرة وهذا العدد فهو محصول بين صفر وعشرة نمر إلى السؤال الموالي إذن لاحظوا هنا دائما إذن هنا سأكتب هذا العدد على شكل كتاب العلمية لاحظوا أربعة في إذن لدينا ماذا إذن واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن في عشر أس ناقل ستة أس إثنان أس ثلاثة في واحد على ثلاثة هنا لاحظوا سنحصل على ستة عشر لاحظوا جيدا ستة عشر ثلاثة أس إذن ستة عشر في عشرة أس ناقص نعم أس ناقص إثن عشر ثم أس ثلاثة ثم نضرب في واحد على ثلاثة هنا ستة عشر أس ثلاثة إذن ستة عشر أس ثلاثة لأن أربعة ستة عشر دون نكتوب ستة عشر أس ثلاثة في ماذا في عشرة أس ناقص إثنان عشر في ثلاثة هي ناقص ستة وتلاثون في واحد على ثلاثة إذن ستة عشر أس ثلاثة سنقص ستعمل الحسيب إذن ستة عشر نضربها في ستة عشر عفوا ستة عشر في ستة عشر يسوي أربعة آلاف وستة وتسعون إذن يسوي أربعة آلاف وستة وتسعون في ماذا؟ في قوة لعشرة في واحد على ثلاثة كما تلاحظون هذا على هذا العدد فسيكون أكبر من عشرة من طبيع العالي إذن ماذا نفعل؟ نكتب هذا العدد على شكل كتاب العلمي إذن نقص أربعة فاصلة ستة وتسعون في عشر أس ثلاثة في عشر أس ناقص ستة وتلاتون في واحد على ثلاثة إذن يحصل على أربعة فاصلة ستة وتسعون على ثلاثة في عشر أس ناقص ثلاثة وتلاتون وهذا هو العدد المطلوب الذي هو العدد الجدريء إذن هو هذا إذن بنسبة سبعة أكتب على شكل عشرة أس آل عدد عشرة آلاف إذن بنسبة عشرة آلاف فهو بسيط جداً عشرة آلاف هو عشرة أس أربعة هذا رأيناه في الدرس مليار ومئة ألف إذن مليار ومئة ألف إذن ما هو مليار؟ مليار هو ماذا؟ مليار هو واحد وتسعة أصفار إذن لاحظوا مليار إذن تسعة أصفار ومئة ألف لاحظوا معي إذن هذا هو مليار تسعة أصفار مئة ألف إذن سأكتب واحد هنا إذن الآن هذا هو مليار ومئة ألف هذا العدد سنكتبه على شكل عشرة أس أس أه إذن كيف سنكتب مليار ومئة ألف؟ هنا أعيد مليار ومئة عفوا مليار ومئة ألف هذا هو المليار عفوا تسعة أرقام هي المليار إذن مئة ألف نعم مئة ألف هو ماذا؟ إذن أكتب واحد هنا إذن مليار ومئة ألف هذا المليار ومئة ألف آآ نريد أن نكتبها على شكل عشرة أس أه إذن هنا فهذه لا يمكن أن نكتبها على عشرة على شكل عشرة أس أه إذن آآ هنا كان كان شي مشكل هنا إذن باستثناء إذا أردنا أن نكتب على شكل لأنه هنا أو بعد ذا صحيح لحظه إذن آآ ممكن يكون هنا بي في عشرة أس أه إذن نرمال مهد بي خاص يكون بي في عشرة أس أه إذن هنا ممكن يقولوا آآ واحد إثنان ثلاثة واحد في عشرة أس واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ها؟ وبنسبة لهذا صحيحة نسبياً واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة عشرة أس خمسة هكذا يمكن وهذا هو بي وهذا هو أ ها؟ إذن هنا ينقص العدد هنا الحقيقة يكون بي ثم مئة ومئة ألف نعم هنا واحد على واحد على ماذا؟ هنا واحد على عشرة أس كام؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة أس ستة هو عشرة أس ناقص ستة هنا لدينا عشرة أس كام؟ هذا العدد هو ماذا؟ هو عشرة أس إذن نحسم الأصفار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ناقص تمانية نمر إلى السؤال الموالي إذن لاحظوا إذن هذه الكتابة بي في عشرة أس إذن هو بي هو بي صحيحان إذن هو بي يجب أن يكون عدداً صحيحاً إذن هنا نبدأ من هنا إذن هذا عدد عشري سنكتب نطبيع حال ألفان وخمسة وعشرون فهو عدد صحيح نضربه في قوة لي لماذا؟ لعشرة إذن في كم سنضرب إثنان فاصلة مئة وخمسة عشرة حتى تصبح إثنان فاصلة إذن عشرة أس ناقص ثلاثة هنا هنا نكتب أربعة وسبعون لاحظوا أربعة وسبعون في ماذا؟ في عشرة أس ناقص اثنان في اثنان في عشرة أس إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة أو واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عشرة أس ناقص أربعة في عشرة أس واحد اثنان إذن ناقص ثلاثة إذن لاحظوا يكفي أن نحسب إذن 2 في 4 8 14 148 في قوة 10 نعم نقص 2 نقص 4 هي نقص 6 نقص 9 هنا 2.5 إذن 2.5 إذن هنا نقول نعم 25 في 10 أس واحد أو عفوا 25 في 10 نقص 1 هي 2.5 نضربها في 10 ثم 10 لكي يكون لدينا هنا عدد صحيح إذن 25 نضربها في 10 10 10 10 10 10 0 هنا 25 ناقص 25 عفواً في 10 أس إذن ندينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن 10 أس ناقص خمسة إذن بالنسبة للتمرين تمانية إذن بسط هذه القوة إذن هذه هنا فالسؤال ضحضه لكي نبسط التعبير نعلم بأنه إذا كان زوجي أو لأين زوجي فإن ناقص آس آس آن يساوي آس آن إذن هنا الفكرة هو أنه لكي نحصل على خارج قوتين من نفس الأساس ضحضه سبعة سأكتبها ناقص سبعة لأنه إذن الأس زوجي إذن أكتب ناقص سبعة الكل أس ثلاثة مقصو ما لا ناقص سبعة الكل أس إثنان إذن ناقص سبعة أس ثلاثة ناقص إثنان ثلاثة ناقص إثنان هي واحد ناقص سبعة إذن هذا هو التوسط هنا كذلك لاحظوا إذن لدينا جداء قوتين من نفس الأساس إذن ناقص سبعة أس خمسة على ناقص سبعة أس خمسة هنا فالبسألة بسيطة جدا نختزل العدد على نفسه فهو يسوي واحد التمرين تمانية بالنسبة للتمرين تمانية هذا التمرين دائما إذن بالنسبة للس إذن لاحظوا هنا ناقص A لاحظوا هذا ناقص ليس داخل العديل الأوس إذن هنا ناقص إذن لاحظوا هنا لدينا ناقص ثم A أس 2 فناقص فهو منفصل عن A أس 2 ثم نضيف ناقص كإشارة إذن هنا يمكن أن هذا ناقص إلا كان فردي فإن ناقص A أس 2 هو ناقص A أس 2 إذن يمكن أن نكتب نضرب في ناقص ماذا؟ ناقص A أس 3 هكذا إذن على A أس ناقص 2 إذن لاحظوا هنا ناقص في ناقص زائد ناقص نحصل على A أس 5 على A أس ناقص 2 القاعدة A أس 5 ناقص ناقص 2 زائد 2 هي A أس 7 هنا لدينا عدة قوى ليس لها نفس الأساس ولكن هنا لاحظوا يمكن أن نحولها إلى نفس الأساس إذن هذا هذا ممكن مثلا نحوله 3 على 2 كي تصبح 2 على 3 إذن 3 على 2 ستصبح مثلا 2 على 3 أس 3 ها 2 على 3 أس 1 وهنا يمكن نكتوب كذلك 2 على 3 أس ناقص 1 نعم أو نحول 2 على 3 إلى 3 على 2 أس ناقص 1 يعني نفس نفس الفكرة إذن 3 زائد 1 أربعة ناقص 1 ثلاثة إذن 2 على 3 أس 3 ثلاثة 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 إذن السؤال ما قبل الأخير إذن لاحظوا إذن دائما قوع القوى إذن بسط إذن 4 في 10 أس ناقص 6 في 10 على هنا 16 في 10 أس ماذا ناقص 3 يمكن أن نختزل بأربعة إذن هنا سيصبح لدينا 10 أس ماذا 10 أس 10 أس ناقص 5 إذن هنا نختزل بالأربعة لأنه لدينا الجداء أربعة في ماذا في 10 أس ناقص 3 يسوي إذن هنا يمكن أن نكتوب 1 على أربعة في ماذا 10 أس ناقص 5 في 10 أس ثلاثة إذن في 10 أس ثلاثة ثم 1 الأربعة 0 بازل 25 نضربها في 10 أس بكم ناقص 2 هنا جداء قوة هنا من نفسها لا هنا قوة قوة أولا لاحظوا في إذن 2 أس ناقص 2 زائد 3 الكل أس ناقص 2 على 2 أس 2 أس 2 أس إذن هنا لاحظوا ماذا سأفعل 2 أس 2 أس في ماذا في 2 أس ناقص 2 قوة أس ناقص 2 زائد 3 الكل على 2 أس 2 أس هنا 2 أس أس في 2 أس 2 أس ناقص 6 ناقص 2 في ناقص أس هي 2 أس ناقص 2 في 3 ناقص 6 على 2 أس أس إذن نتمم هنا إذن يسوي ماذا إثنان لاحظوا 3 أس ناقص 6 إذن سيصبح لدينا 2 أس 3 أس ناقص 6 على 2 أس عفوا هنا 2 أس 2 أس 2 أس 2 أس 2 2 2 أس 2 أس هنا 2 أس 2 أس يسوي ماذا 3 أس ناقص 6 ناقص 2 أس إذن لاحظوا يسوي ماذا 2 أس 3 أس ناقص 6 ناقص 2 أس يسوي 2 أس 3 أس ناقص 2 أس ناقص 6 إذن هذه النتيجة السؤال الأخير لاحظوا إذن فهو بسيط جدا ناقص 1 أس 2005 نعلم بأن ناقص 1 أس عدد فردي فهو ناقص 1 وناقص 1 أس عدد زوجي فهو واحد إذن ناقص 1 في واحد الكل أس ناقص 7 ناقص 1 في واحد يسوي ناقص 1 أس ناقص 7 ناقص 7 عدد فردي نعلم بأن ناقص 1 أس عدد فردي يعطينا ناقص 1 من جبال جي لدينا لاحظوا سنحسب أولا ما بداخل قوس ثم نحسب أس ناقص 1 إذن واحد لاحظوا واحد زائد اثنان أس ناقص 1 ما هي إلا واحد على اثنان إذن قوس الثلاثة هنا سنوحد المقام لاحظوا اثنان على اثنان زائد واحد على اثنان الكل الثلاثة الكل أس ناقص واحد يسوي هنا ثلاثة على اثنان الكل أس ثلاثة الكل أس عفوا نعم الكل أس ناقص واحد إذن الكل أس ناقص واحد ثلاثة على اثنان أس ثلاثة هو ماذا هي سبعة وعشرون على تمانية أس ناقص واحد ما هو أس ناقص واحد هي المقلوب يعني تمانية على سبعة عشرون أس واحد يعني ثمانية على سبعة وعشرون ويعني إلى اللقاء لقاء مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله في الجزء الثالث من هذا الدرس القوى سنقوم بتصحيح تمارين الصفحة تسعة وعشرون لا تنسوا الاشتراك في القناة ثم تفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله